لبرة فسي في عنا الإكسبايريشن قوته أكتر كميته أكتر تمام تمام في عضلات ممكن إنها تنقبض وتعمل لنا فورسفل الإكسبايريشن هلأ رح نتعرف عليهم طيب سو يا جماعة زي ما حكينا إنه الريسبايراتوري مصل حنقسمهم إنتو إينسبايريشن وإكسبايريشن وإنتو نورمل و فورسفل الإنسبايريشن لما يكون نورمل العضلات الأساسية المسؤولية عنه شغلتين الديافرام والإكستيرنال إنتركوستل إنه الديافرام لما بيعمل رح يزيد من الفيرتكل دياميتر هو مسؤول عن سبعين بالمئة من زيادة للشستور أو من الإنسبايريشن الديافرام سبلايد باي نيرف اسمه فرينيك نيرف وهذا الأرجن طبعه من السي ثلاثة لسي خمسة فإذا صار في عنا إنجري على النك لو صار في عنا إنجري على الفرينيك نيرف لو صار في عنا إنجري على الديافرام نفسه وبايلاترال هذا الإشي رح يقدي إلى لأنه شخص ببطل قادرية تنفس لأنه تنفس بشكل إزعاسي معتمد على الديافرام العضلة التانية المسؤولة عن نورمال إنسبايريشن أو بالمين مصر سوف إنسبايريشن هي الإكستيرنال إنتركوستل اللي قلنا إتوال إليفيت وإيفيرتر لبس عن بعض من بعض فحزيديلنا من بوث الدياميتر الفيرتكل وإنتيريو بوستيرير في حال يحتاجنا فورسفول إنسبايريشن أنا ما بدي تدخل بس خمسمية بدي تدخل مثلاً أبطو 3 لتر فهم بحتاج الأكسسوري مصير أوف إنسبايريشن وهدول فقط وفقط بالفورسفول إنسبايريشن اللي هم الإستيرنو كريدو مستويد إتوال إليفيت الإستيرنم الإسكالين المصير حيشتغلوا على الفرست ريب ويرفع الفرست ريب لفوق وفيه عندنا السرية تس بوستيرير ستبيرير إنفيرير حيشتغلوا على الأذر ريب ويبعدوهم عن بعض ويرفعوهم وإنسبايريشن اما لو احتجنا إنه نعمل فورسفول إكسبيريشن I need to إكسهيل أبتو 3 لتر فإنيد تو يوز مصير شو هم المصير الأبدومنال والمصير اللي هم العضلات اللي بيحيطوا بالأبدومن اللي هم الأبدومنال ريكتاي مصير وفيه عندنا الترانسفرس أبدومنس والإنتيرن والإكستيرن الأبليك مصير هدول كلياتهم رح يجيعملوا كنتراكشن فرح يزغرولنا من حجم الأبدومن فرح يرفعولنا من الانترا أبدومنال بريشر وهذا الإشي إتوال بوش الديافرام لفوق الديافرام بدل ما يكون هيك بيصير هيك شكله وهذا الإشي بيصغيرنا من الفيرتكل دياميتر تبعات التشست أما العضلات الثانية هي الانتيرنال انتركوستل العكس الإكستيرنال انتيرنال انتركوستل إتوال ديبرس بتقرب الربس من بعضهم البعض وبتنزل الربكيج لتحد وهدول هم العضلات تبعون الفورس فول الإكسبيرات هاي صورة بتوضيح لنا الأشياء اللي حكناها ديورنج الإنسبيرات انت يونيد تو ديسند الديافرام لتحت فهذا حيزيد لك من الديافرام تمام تمام فدورنج الإنسبيرات انبعث ما تدي الديافرام بلتبت 70% طبعا انهم بحكي عن نورمل والإشي الثاني اللي هم العضلات اللي اسمهم الإكستيرنال انتركوستل شو يعني رح يرفعوا الفرس رب لفوق وإيفرت رح يبعدوا الربس عن بعضهم وهي هون إقراب رح يبعدوهم عن بعضهم تمام تمام فهذا ديورنج الإنسبيرات ديورنج النورمل إكسبيرات اي جس تنيد ريلاكسيشن للعضلات نفسها الديافرام يعمل ريلاكسيشن والإكستيرنال انتركوستل تعمل ريلاكسيشن خلص هيك دن انا ما بحتاج عضلات فدورنج الديافرام وإكستيرن بس أي الإنسبيرات النورمل اوكي دورنج الديافرام بس أي ريلاكسيشن للديافرام ريلاكسيشن للإنتركوستل طيف يا شباب هلأ بنا ننتقل للموضوع أو البارت الثاني من حكينا إحنا ريسبيراتوري مصل قلنا أول شي الـ Airways بالفنتيليشن Airways اثنين حكينا ريسبيراتوري مصل and Mechanism of Breathing حكينا عن ريسبيراتوري مصل فهمناهم فهمنا بشكل أساسي كيف بيشتغلوا وهلأ بدنا نطبق فهمنا للموضوع ريسبيراتوري مصل كيف يشتغلوا حتى نفهم كيف بنتنفس اللي هي Mechanism of Breathing So the second topic هو Mechanism of Breathing So خلينا نبلج بمقدمة قبل ما نفوط على الاستعدادات اللي بنحكي فيها عن Mechanism of Breathing ف Mechanism of Breathing Inspiration كيف بيصير اللي بيجي عنا هو الشغلة الRispiratory Center بتروح بتحفز الفرينيك نيرف والExternal Intercostal Nerve اللي بيجو بيعملوا Supply للديافرام وسupply للExternal Intercostal هادا الاشي بيقدي الى contraction of both الديافرام بدل ما يكون دوم شيء بيصير نازل لتحت فلات والExternal Intercostal بيرفعوا الربس لفوق بيبعدوهم عن بعضهم البعض هادا الاشي رح يعمل Expansion على التشستور المهم كتير جملة Expansion It will expand حكينا Inspiration is all about expansion فحسب البولزلو انه انا لما بزيد الفوليوم تبع للتشست هادا الاشي بيكون تأثير انه يقلل لنا Pressure Pressure اللي بيه بلورا وبرضو كمان Pressure اللي بيه الالفيولاي فبيقلي Pressure بمقدار minus 1 مقارنة بالاتموسفيري Pressure هادا الاشي بيعمل Delta Pressure من بره لجوه وبالتعلي الهوى بيدخل لجوه اذا بدي اعمل Forceful Inspiration طبعا هون انا بدخل ابتو 500 امقل اللي هو Normal Tidal Volume في حال بدي اعمل Forceful Inspiration تنفس اقوى بدخل ابتو 3 لتر I need to use other muscles اللي هم l-accessory muscles of inspiration they need to contract هادا الاشي رح يزيد لنا من الثراث كsize اكبر واكبر الفوليوم طبعا رح يكبر هادا الاشي معناها انه Pressure بدل ما ينزل minus 1 وكينزل minus 2 و minus 3 و minus 4 وبالتالي more air will be pushed in اما expiration فقلنا it's a passive process ما في داعي انه اي عضلة تعمل contraction just relaxation للinspiratory muscles اللي استخدمناهم اللي هم ال-deferram وال-external intercostal لما بيجوا بيعملوا relaxation لل-deferram رح يرتفع ال-deferram لفوق فبالتالي ال-ferrous exciser رح يصغر وال-intercostal لما بيعملوا relaxation رح يصغر ال-diometer تبع ال-chest هذا الاشي بيخلي ال-pressure انت هون ايش عملت على ال-volume قللته decrease على ال-volume شو بتعمل على ال-pressure بتزيده فبدو يزيد بمقدار درجة واحدة فوق ال-atmosphoric pressure اتوال تعمل delta pressure من جو لبره فا اتوال push the air out during normal resting expiration اما في حالة forceful expiration لما بدي اعمل exhalation ل-up to 3-liter I need to use muscles of expiration اللي هم abdominal muscles والسري والاعضلات التانية اللي حكينا عنهم هدول they will خلنا نقول depress rib cage اكتر واكتر يقرب ال-rebs من بعضهم البعض وال-day from يطلع لفوق اكتر واكتر زي ال-abdominal muscles لما يعمل contraction فهدا الاشي رح يقلللنا ال-volume تبع الثوركس كتير هذا الجدول كتير مفيد للمقارن بين inspiration وال-expiration ونحن هون نحكي عن normal ما حكيت عن forceful فهاي نكتب normal respiration normal inspiration it's an active process لأنه في عضلات عم تتحرك وبالتالي تحتاج طاقة ال-inspiration بما أنه بيحتاج عضلات تعمل contraction فحيكون longer تمام احنا هون عم نعمل expansion كل الموضوع إنه أنا بدي أزيد حجم الثوركس زيادة الحجم معناها إنه زيادة على ال-volume معناها decrease على ال-pressure حسب ال-poils low وهذا احنا عن أي pressure بنحكي عن intra-pulmonary أو intra-aliveolar pressure ال-pressure جوة ال-aliveolar يبدو تقريبا يقل بمقدار واحد مقارنة عن اللي موجود بالأتموسفير فالهوا بدو يدخل من الأتموسفير لجوة تمام حكينا العضلات المستخدمهم هم ال-diaphram ال-descend ال-diaphram لتحت لما يعمل contraction وال-extend intercostal وال-elevator وال-evert ال-reps أما بالنسبة لل-accessory muscles فهم بنستخدمهم أحنا لما بنحتاج forceful inspiration لما بنحتاج ان يدخل 3-liter sternocleidomastoid serratus anterior and skeletal muscle أما ال-expiration فالنور من ال-expiration a passive process ما في داعي لأي إشي shorter لأنه ما بنحتاج عضلات تعمل تشتغل أي إشي إحنا هون عم نعمل recoil أو عم نعمل collapse عم نعمل collapse على chest أو recoil وهلا نفهم شو يعني recoil وش يعني expansion وهي الأشياء تمام عم بحاول أخلي ترجع تعمل shrinkage على حال ال-volume طبعه يصغر فإحنا بنعمل relaxation passive relaxation لل-diaphram relaxation لل-intercostal رح يصغر من حجم لل-chest هذا الإشي معناه decrease على ال-volume يعني زيادة على ال-pressure يعني l-interpormonary pressure أو اللي هو نفسه l-interlavicular pressure بده يصير أعلى بمقدار واحد عن ال-atmosphoric فهيتول push the air out هاي العملية passive متى بتصير active إذا عملت forceful expiration هون أنا بحتاج أن أستخدم عضلات شو هاي العضلات l-intercostal muscles l-interna intercostal والabdominal muscles وهيك نكون خلصنا موضوعين بموضيع ventilation حكينا عن airways وكل القوانين اللي بتحكي عن airways وكل المعلومات مهمة عنها وحكينا عن موضوع mechanism of ventilation ظل نضيف كم من معلومة بسيطة طيب يا جماعة ظل نضيف معلومة ثالثة وموضوع ثالث بخص ventilation مهم نحكي عنه موضوع إشي اسمه elastic recoil and lung compliance يا جماعة يعني هي إشي أنا لمحتلكم عنه وإحنا عم نشرح قبل شوي إذا بتتذكروا حكي تلكم they have the tendency to recoil they have the tendency to collapse دائما بيحاولوا إنهم يعملوا الشرنكج على حالهم بفترضوهم إنهم بلون بلون لما تنفخه هوا بجيبها البلون بعبيه هوا وبتركه مفتوح شو بيحاول يعمل يطلع الهوا لبره ويعمل الشرنكج على حاله هاي بيسموها collapse أو الاسم الثاني ilha recoil اللي حفظوهم هاي المصطلحات معناه إنه يسكر على حاله نفس البلون نفخته بهوا وتركته هيك رحر طليق ما إجيت ربطته من هون تركته حل شو رح يعمل رح يطلع الهوا لبره يطرد الهوا ويعمل collapse على حاله أوكي من وين إجت هاي تندنسي تبعت البلون إنه يعمل الشرنكج على حاله أول شغلة الها دخل بإنه البلون نفسه مطاطي من بره وهاي المطاطية اللي فيه بتساعدوا بإنه دائما tendency to recoil نفس الفكرة الاليفيولاي دائما عندهم tendency إنهم يعملوا recoil أو إنهم إيش يعملوا هيك shrinkage على حالهم أو يعملوا collapse على حالهم هاي tendency تبعتهم recoil اللي هي إنه أنا إذا إجيت نفخت هاي اللنغ أو نفخت اللنغ ملياني الاليفيولاي إذا أنا نفختها فدائما إنه تركتها حرة طليقة عندها tendency to recoil to collapse على حالها هاي هي معنى elastic recoil of the lung طب من وين إجت هاي tendency؟ ليه هي بتحاول دائما إنها تشرنك على حالها هي جاي من شغلتين الشغلة الأولى والتباع الاليفيولاي وال والتباع اللنغ كلها يعطو فيها كتير فايبرز زي فكرة البلون فيها مطاطية فيها فايبرز نسميهم elastic fibers زي المطاط فترضوها إنه مطاط بحاول إنه أنا عملت له expansion وست ساعة تبعته عن بعض فبيحاول إنه نرجع يعمل الشرنكش فهاي مسؤولة عن 30% من tendency تبعت اللنغ أو تبعت الاليفيولاي إنهم يعملوا collapse وال tendency التاني أو السبب التاني الأكدر المسؤولة عن 70% من هاي تندنسي إنه يعمل ريكويل على حاله هي فكرة surface tension that's why لما إجينا حكينا عن عملية expiration it's a passive process بالnormal expiration it's a passive قلت لكم it's a passive ما بتحتاج عضلات تعمل expiration just صغر حجم لل chest wall يعني أنا لما وسعت لل chest wall لما وسعت لل chest wall كان بيسحب الاليفيولاي لبره رجع لل chest wall لحجمه الطبيعي الاليفيولاي لأنه عندها تندنسي تريكويل رح تدفع الهواء لبره فيمسوا شو الفكرة فعشان هيك عملية expiration it's a passive process because of the long tendency to recoil أو collapsing tendency تبعات اللونغ إنه إذا تركتها حرة طريقة فهي رح تيجي تعمل الشرنكيج على حالها طيب عشان هيك هذا الإشي خلي عملية expiration normal لأنها تكون passive you don't need أنك تبوش you don't need أنك تعمل contraction عضلات تبوش الهواء تركها لحالها رح تعمل 30% جاي من elastic fibers اللي تعمل lining لالاليفيولاي موجودة بالوال تبع اللونغ اللي هي المطات اللي موجود طيب شو هو هذا surface tension شو هو التوتر السطحي surface tension لما يكون في عنا مواجهة بين مادتين مختلفات بيصير في تنافر بينهم خلينا أوضح لكم بصورة أكتر الاليفيولاي هاي هاي هيك شكلها الاليفيولاي هاي الوال تبعها في جواها طبقة من السوائل طبقة من السوائل فيها fluid هاي الفلود هاي هاي هون سطح من السوائل والمفروض انها معبية بهوى كمان فيها هوا ففي عنا هاي fluid هاي هالموجودة هون طبقة من الفلود شايفين هاي اعبر عنها هون هاي fluid جزيئات سائل جزيئات ماء وفي عنا هون هوا الاشي اللي بيصير انه جزيئات الماء بينها وبين بعض في قوة تجاذب بينهم في قوة تجاذب هاي بتجذب هاي بتجذب هاي بتجذب هاي لكن جزيئات الماء اللي بتكون الأقرب الى السطح اللي بتفاعل مع الهوى في تجاذب مع جزيئات الماء اللي الى تحت ولا الجنب بس ما في قوة تجاذب مع جزيئات الماء اللي فوق مع جزيئات الهوى اللي فوق مرة تانية انا هون هاي جزيئة الماء في قوة تجاذب مع جزيئة الماء اللي هون واللي هون واللي هون فهذا الاشي بيحافظ على جزيئة الماء اللي موجودة هون بمكانها. القوة كلها تأتي إلى حد الماء متساوية ومتعاكسة. فبالتالي جزيئة الماء بتظلها بمكانها. تمام تمام. فالقوة زي كانها بتتعادل. نيجي على الجزيئة الماء اللي قريبة من السطح. في قوة تجاذب مع جزيئة الماء اللي تحت هون وهون 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 وهون. لكن لما باجي هون فيش جزيئات ما تتجاذب معها. فبالتالي محصلة القوة إنه something to push الجزيئات الماء اللي فوق القريبة من السطح لتحت. فشو الإشي اللي بيعمل هاد. إنت عندك جزيئات ماء هون هيني خلني أرسمها بلون مختلف أوكي. في جزيئة ماء هايها على السطح هون وبتحاول تنزل لتحت. جزيئات الماء اللي على السطح بتحاول تنزل لتحت. وهاي بتحاول تنزل لتحت. شو رح يعملوا collapsing force هذا الإشي مع الوقت ومع كمية جزيئات الماء اللي موجودة على السطح لكتيرة. اللي عمالها بتتعرض لقوة غير متساوية. عم بتعمل إشي اسمه surface tension. عم بتعمل tension على السطح. جزيئات الماء السطحية عم بتعمل surface tension. تنشن. هاد التنشن بيدفع الاليفيولاي edge to collapse. بيدفع الاليفيولاي تعمل الشرنكيج على حالها. فإذن سبب وجود إنه دائما بالحالة الطبيعية الاليفيولاي معمولة lining by طبقة من السوائل most upper molecule of water بتعمل إشي اسمه surface tension لأنه في قوة تجاظب غير متساوية بتعمل surface tension. هاد surface tension أو هاد التوتر السطحي بيخلي جزيئات الماء تحاول تنزل لتحت. وهاي المحاولة إنها تنزل لتحت بتعمل collapse على الاليفيولاي. فنورمالي الاليفيولاي فيمنا إنه في تندنسي to collapse إنه يصغر على حاله. ليه؟ بسبب وجود surface tension بنسبة 70% وبسبب فكرة المطاطية تبعت الول بنسبة 30% طيب ما بزبط إنه الاليفيولاي يسكر حاله. يعني أنا لو تركتها هاي جزيئات الماء مع وجود المطاطية رح يخلي الاليفيولاي تسكر على حالها completely. shut down تسكر. فبالتالي ما أعجي بدي أتنفس المرة اللي بعدها يعني أنا قني أقضح لكم الفكرة أكتر. بدي الاليفيولاي إنها تضلها open. ما بدي تسكر. ليه؟ لأنه لو إيجي لو كانت completely مسكرة ويجيت بدي أتنفس أعمل inspiration بدي قوة دافعة كتير أكبر لحتى ترجع تفتحهم. فأنا إذا سكرت عندي الاليفيولاي هذا الإشي معناه إنه عملية التنفس بتصير كتير أصعب. بسموها الwork of breathing أوكي. ببطل قادر أفتح الاليفيولاي ببطل قادر أتنفس وبالتالي إيش بده يصير على الwork of breathing? very high very high. فهذا الشخص ممكن يموت لأنه مش قادر يدخل هواء. سأنا لازم أحافظ على إنه الairways تكون مفتوحة. ما بقدر إني أنا ألعب بموضوع المطاطية تبعات الول لأنه هاي شيء built in ما بتقدر تلعب فيه. مش حادر أغير من خصاصه لكن بقدر ألعب بال surface tension إني أخفف من surface tension وصنع هي المسؤول الأساسي عن الكلابس تبع الاليفيولاي. هي المسؤول الأساسي عن الاليفيولاي تعمل كلابس. فأنا ما بدي أخلي الاليفيولاي تعمل كلابس وتسكر على الآخر لأنه صعب إني أرجع أفتحها بيحتاج طاقة جدا عالي. work of breathing جدا عالي لدرجة مستحيلة. سو الحل إني أنا أمنع هاد السيفيستنشن. كيف بدي أمنعه؟ هون إجا دور مادة اسمها surfactant. في عنا خلايا موجودة الاليفيولاي. الاليفيولاي الاليفيولاي تعمل فيها epithelial type 1 type 2 type 3. type 2 type 1 هي مسؤولة عن 90% أو 95% من الاليفيولاي. type 2 بس بتكون موجودة بـ 1% لـ 2% من الاليفيولاي. type 2 بتفرز مادة اسمها surfactant surfactant. هاد السيفاكتنشن بسموها surface active agent يعني surfactant. اختصار جاي من surface active agent surfactant surface surface. والA من active active agent. اوكي بتفرز by alveolar epithelial type 2 اللي موجودة هون بالاليفيولاي. بتطلع بتيجي بتنحط على surface. يعني صح في انتي هون طبقة من السوائل كانت. يعني هاي الاليفيولاي بعدين طبقة من السوائل. بعدين على سطح هاي الطبقة من السوائل. في عنا مادة اسمها surfactant بتيجي. ووظيفتها انها تمنع هاد السيفيستنشن تخفف منه بحيث انه ما يصير في عندي قوة collapse. بحيث انه الاليفيولاي ما يصير عليها collapse. so هاي عبارة عن وظيفتها decrease surface tension اللي موجودة بين الفلويد وال air. اوكي. it will prevent الاليفيولاي من انها تcollapse. فاذا الاليفيولاي ما عملت collapse رح تخفف من ال work of breathing. ومن المجهود اللي لازم اعمله لحتى افتح الاليفيولاي وكمية العضلات لازم تعمل وكمية الانرجي اللي عم بصرفها. فبالتالي. it will increase something called compliance تبعات البول مناري. في عنا recoil هي عكس ال compliance. recoil اللي هي tendency to collapse. tendency to collapse. وال compliance اللي هي tendency to expand. يعني اسهل اني اعمل expansion. وهاي اسهل اني اعمل collapse. فما شيفة recoil اللي هي انه اللي عندها tendency او الاليفيولاي عندها كلنا tendency to collapse. compliance معناها انه يتوسع. فانا بزيد من pulmonary compliance. يعني مطاوعته اللي المطاوع. compliance المطاوع. يعني اسهل اني اعمله expansion. بحتاج طاقة اقل. مجهود اقل. عضلات اقل. اوكي. ليه لانه tendency to collapse انا خففتها من خلال وجود السير فاكتنس والسير فاكتنس والسير فاكتنس. prevent collapse. فانت ازا منعت الاليفيولاي collapse. اللي صارت compliant اكتر. مطاوعة اكتر. اسهل علي اني اعملها expansion. اسهل علي اني اتنفس. ما بحتاج مشهود كتير. ما بحتاج عضلات كتيرة. ما بحتاج ضاقة كتيرة. من شو مكون هادا السير فاكتنس وكيف اتغلب على مشكلة السير فاكتنس وكيف تغلب على مشكلة السير فاكتنس وكيف تغلب على مشكلة مكوناتو بشكل اساسي. 77 بالمية عبارة عن فوسفوليبد. اشي اسمو داي بلمنتويل فوسفاتدية الكولين اندي غليسارين. بتحكو عنه اكتر مكوناتو بالبيو كيمستري. مكون من لايبو بروتين يعني من البروتينات. عليها شوية لبت ومكون من كالسيوم. مكون الاساسي الفوسفوليبد. فكرة الفوسفوليبد يا جماعة. انه هو اشي جواتو جزئين. جزء محب للماء هايدرو فلك. جزء محب لا. العكس للليبد بسموها هايدرو فوبك. اوكي. واستفدنا من هذا الموضوع بالقضاء على السيرف اس تنشن. اوكي. موليكيولز المية. موليكيولز المية. في بناتهم قوة تجاذب. المشكلة اللي فوق. انه اللي فوق لا. بس تجاذب لتحت. وفوق ما في اشي بيمنعها. فلو اجيت حطيت ماتيريال هون. فارجيكم كيف الماتيريال حتشتغل. هاي الماتيريال هي جزئة الماء السطحية اللي هي على السطح. هاي الجزئة دائما بتحاول انها تنزل مع جزئات الماء اللي تحت. تمام. انا لو اجيت جبت هادا المكون اللي هو هيو هيك. اللي له تو بارتز. بارتز من هون كان هايدرو فوبك. فبيحب المية فرح يتجاذب مع جزئات المية من هون. والجزء التاني هون هو هايدرو فوبك. بيكره المية فما رح ينزل لتحت. فالاشي اللي بيصير في قوة بتدفش لبرة. وفي قوة بتدفش لجوة. توازوا القوتين فضلينا على السطح. مرة تانية هاي الموليكيول. هاي هي عبارة عن السيرفاكتن. شايفين هذا؟ هذا هو السيرفاكتن. مكون من جزئين. تيل محب للمي. فحيتجاذب مع جزئة المي. وتيل تاني كاره للمي. حيبعد عن جزئة المي. الكاره للمي هيكون بيكره المي. فرح يكون قوة الدفع تبعته لبرة. وهذا المحب للمي ملزق بجزئة المي. فانا وفرت قوة بتدفش لبرة. تتوازى مع القوة اللي كانت بتدفش لجوة. فهيك هاي جزئة ما يضلت على السطح زي ما هي. وهيك بطل في اشي بتدفش لجوة. وخففنا موضوع الكولابس. فالميكانزم. انه الفوسفوليبيد. عبارة عن تو بارت. هايدروفيليك بارت. اللي هي الهيد تبعته. وهي بتروح بتتلاقي بتتلزق مع الفلويد. وهيدروفوبيكتين اللي هو لبرة. بيكون باتجاه القير. تمام. فانا هيك وفرت قوتين عكس بعض. تتوازى بين بعض البعض فخففت من الموضوع. فهيك فهمنا موضوع الفوسفوليبيد. طب حكينا انه سيرفاكتنت فيه جواته كمان كالسيوم ولايبو بروتين. شو وضائفهم هدول كالسيوم ولايبو بروتين؟ بيساعدوا هذا السيرفاكتنت انه يتوزع بطريقة متساوية مع الجزئات المي كاملة. انه هي مكان موجود مكان مش موجود مكان موجود مكان مش موجود يتوزعوا انه يتساوى على كل سطح في حال في حال هذا السيرفاكتنت ماكان موجود. شو schöne عني منشوفها في نوعين. في نيونيتة ال Поي رسدا benchين بالباثولوجي مواد ثانية وفي الأدلت أو بسموها الأكيوت رسبيراتوري ديسترس نيو نيتل رسبيراتوري ديسترس ديشنسي على السيرفاكتن السيرفاكتن شو موجود ما تكون وبنشوفها بحالتين بريماتور بيبيز تمام عشان يتكون السيرفاكتن بيضاي ليشي بنحفز تكوين السيرفاكتن وجود ستيرويد الجلوكوكورتيكويد البريماتور بيبيز اللي 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 غضت تبعونها ما صارت يعني ما تكونت بشكل كامل جذروا يكونوا الجلوكوكورتيكويد بيضاي النيد نيو نيت رسبيراتوري ديسترس أما الأدلت رسبيرتري ديسترس فهو مش دفشنسي على السيرفاكتنت هو دفكت صار على السيرفاكتنت فيه إنجري صارت على اللونغ وخربت هذا السيرفاكتنت الموجود فيها طيب هاي فكرة رسبيرتري ديسترس ماشي إيش الإفكت أنا إذا بطلق ما كان عندي سيرفاكتنت أو سيرفاكتنت خرب الإشي اللي رح يصير إنه سيرفستنشن كتير رح ترتفع فبالتالي الإيرويز أو الألف يولاي رح يعملوا كلابس على بعضهم البعض بالتالي الwork of breathing بيصير كتير عالي بيزيد الwork of breathing بيصير أصعب علي إني أتنفس أصعب علي إني أعمل إكسبانشن على الألف يولاي فهذا معناه إنه دفكت على respiration, respiration, failure and death إذا ما علشت الموضوع طيب حكينا إنه في مفهومين عكس بعض أو إلى حد ما هم يعني لازم يكون فاهمينهم كconcept حكينا concept recoil الريكويل هي عبارة عن تندنسي تبعة الرئة أو الالفيولاي تو كلابس وقلنا إنه هاي الريكويل جاي من شغلتين 30% من موضوع الالفيولر والي فيها والمطاطية و70% من السيرفستنشن اللي موجودة حكينا إنه في إشي اسمه الكمبلايينس إنه الالفيولاي they tend to recoil they tend to collapse كمبلايينس اللي هي المطاوعة مطاوعة الرئة إنها تعمل إكسبانشن طبعا كيف دي خليها تعمل expansion وهي عندها tendancy to recoil فعشان هيك حكينا إنه عكس بعض so the compliance عشان إني أفهم هالمطاوعة قدي سهل يعني معنى آخر هي الرئة عندها tendancy إنها تسكر على حالها طبعا أنا بدي أنفخها قدي سهل علي إني أنفخها طبعا كيف أنفخها حسب البويز دول حكينا عنه change على الpressure يساوي change على الvolume يعني أنا بدي أعمل change على الpressure هذا الإشي رح يعمل change على الvolume رح يكبر الvolume فأنا قدي بحتاج إني أعمل delta change على الpressure حتى أحقق change على الvolume كل ما كانت الرئة مطاوعة أكتر مطاوعة أكتر معناها أنا بحتاج قوة أقل أو delta pressure أقل حتى أعمل لها expansion فالcompliance معناها إنه لما أحكي compliance هي علاقة عكسية بين change على الvolume مع change على الpressure يعني قدي بحتاج change على الpressure لحتى أعمل expansion على الvolume الunit change على الvolume per unit change على الdistant أو distending pressure قدي بحتاج delta pressure لحتى تعملي change على الvolume هاي هي الcompliance تمام؟ والعلاقة عكسية عجيب أحكي إنه هاي الرئة مطاوعة more compliant أو compliant لما بحتاج delta pressure أقل حتى أحقق delta volume أعلى فعشان هيك العلاقة بيناتهم عكسية طيب أكتر مع مرة أستحكي delta pressure أنا ما قلته pressure قلته delta pressure فرق pressure فرق pressure هذا delta pressure بيسموه اسم تاني distending pressure الpressure بيحاول يعمل distension على الالفيولاي وهو عبارة عن فرق الpressure بين شو شو بين اللي جوه الالفيولاي اللي هو هون بيسموه ال intra alveolar pressure أو ال intra pulmonary pressure والpressure اللي حوالين الالفيولاي اللي هو هون بال plural space ال intra plural pressure أوكي ويطلق على هذا الpressure الفرق بيسموه ال trans mural إذا مرة تانية جماعة ال compliance معناها المطاوعة ال day الالفيولاي عم بيطاوعوني إني أعمل لهم expansion المطاوعة بتعتمد على فكرة معينة اللي هو السهولة قدي أسهل علي إني أنا أعملها expansion تمام كل ما كان أسهل علي كل ما حتشت transmural أو delta pressure أو distending pressure أقل طب إيش هو هاد ال distending pressure أو delta pressure أو transmural pressure؟ هو فرق الpressure بين الالفيولاي اللي جوه الالفيولاي أو بيسموها intra pulmonary أو intra pulmonary pressure والpressure اللي حوالين الالفيولاي اللي هو بال plural space أوكي أوكي فعشان هيك نفهم الصورة كاملة لأنه صرنا حكيين عن كتير pressures حكينا إيش يسموه الاتموسفيري كpressure بعبر عنه بقيمة 0 لكنهو فعليا 670 اللي هو الpressure اللي برة تذكروا الرسم اللي رسمناها اللي هي هيك كانت قلنا إنه في برة إش يسموه الاتموسفيري pressure بنعبر عنه بقيمة 0 أوكي وهو فعليا نقداره 760 بدل إيش نحكينا في عنا هون اللي جوه الالفيولاي سمناها intra-alviolar أو intra pulmonary pressure وقلنا إنه هذا equalize مع الاتموسفيري كpressure لكن I can decrease it بمقدار minus 1 during the inspiration normal وأزيده بمقدار positive 1 بالnormal expiration حكينا كيف نزيده كيف ننقصه بناء على موضوع chest wall إني أنا أعمل change على chest wall من ناحية إني أكبره وأصغره وآخر pressure هو اللي موجود هون بالplural space الاسموه intra-plural pressure هذا دائما negative دائما negative ومقداره minus 3 وهلأ منفهم من وين جاي إنه minus 3 وليش دائما negative طيب يا جناعة هلأ اتفقنا إنه في عنا هاي هاي اللونغ أو الالفيولاي خلنا نعبر عنه هون هاي اللونغ أو الالفيولاي أوكي وفي عنا اللي هو بدي أعبر عنها هون بالchest wall قلنا في الplural اللي بتيجي جزء منها visit lining lung جزء منها اللي هو bright lining للchest wall طيب تمام بدي تكونوا فاهمين الفكرة التالية أوكي وهي اللي ترككم إياها اللي هي أنا في عندي الالفيولاي وهي هون إيجا تعملت invasion للبلورا والبلورا صار two parts منها جزء ملزق بالالفيولاي جزء ملزق من هون بالchest wall ففعليا هاي هون اللونغ هاي عندي البلورا هاي اللي هون visceral plura وهاي هون parietal plura وهاي عبارة عن chest wall تمام ففي space صغير بين visceral plura وبين parietal plura اسمه plural space وهذا فيه كمية فلود كتير قليل لمقدارها 50 أم أل وضيفته عنه يخفف من اللزوجة يخفف من اللزوجة طيب تمام بدي تكونوا فاهمين الفكرة التالية اللي أنا أوريدي شرحت لكم نصها قلت لكم إنه في عنا collapsing force دائما اللونغ tend to collapse احفظوا هاي الكلمة اللي أنا هم بقول لكم ياها اللونغ دائما عندها tendency to collapse ليه؟ 70% جاي من surface tension 30% جاي من ال elastic wall تبع ال alveoloid أو تبع اللونغ فاللونغ دائما عندها tendency to collapse chest wall اللونغ دائما عنده tendency to expand إنه يتوسع فاللونغ عندها tendency to collapse انتبهوا على الحكي اللي بحكيه لونغ tendency to collapse سيب النهدي وهي بدنا نكبر الخط بدنا نفهم اللي شي بنحكيه اللونغ دائما بتحاول تعمل collapse تصغر وال chest wall هاي chest wall بيحاول دائما يعمل expansion يكبر تمام لازم عشان أوازن عشان أنا التنين مربوطين ببعض صح في عنا بلورة بتربط التنين يعني في فيزر البلورة هون وفي براية البلورة لبره وهذا بيحاول يشد الفيزر البلورة لجوه وهذا بيحاول يشد البراية البلورة لبره وفي space بالوسط فعشان أخلي system يكون بحالة balance أنا لا بدي يعمل collapse ولا بدي يعمل expansion during the resting situation during the rest هاي بتحاول وإشي بيحاول يزغل وإشي بيحاول يكبر فهذا بيحاول يبوش لجوه وهذا بيحاول يبوش لبره عشان أنا أحاول أني أوصل لbalance في شغلتين بيحاولوا أنهم يخلوا system بbalance أوكي أنه عشان أوصل للbalance لا أنه لا chest يعمل expansion ولا الرئة تعمل collapse شغلتين بيصيروا الشغل الأولى يا جماعة اللي هي negative لازم لبلورال بريشر هون يكون negative minus 3 لما يكون بهاي المقدار بين minus 3 إلى minus 5 بتعادل system بتعادل لا هذا بيحاول يعمل expansion ولا هذا بيحاول يعمل collapse والنقطة الثانية اللي هو وجود volume جوه الأليفيولاي بدي دائما الأليفيولاي يظلوا منفوخين فوجود السيرفاكتنت بتحاول تخليها منفوخة وإذا سيم تايم بدي volume off air مقداره 1.1 at least يظل دائما دائما موجود جوا الرئة لحتى الرئة ما تعمل collapse فإذا مرة تانية أنا عشان أمنع system إنه system يكون بيبالنس لا بيعمل collapse ولا بيعمل expansion لأنه الرئة بتحاول تعمل collapse والشسور بحاول يعمل expansion فأنا عشان إني أمنع هذا الموضوع بدي شغلتين الشغلة الأولى دائما بدي أخلي الأليفيولاي مفتوحين ما بدي أخليهم يعملوا كل لابس أحالهم كيف من خلال إنه أنا جبت السيرفاكت الشغلة الثانية إني تركت volume off air دائما دائما موجود بالرئة يعني الرئة مستحيل إنها تضلها بدون بالمرأة بالexpiration مستحيل إنه أنا أطلع كل الهوى بالرئة فالإجانس وقال هل ممكن أطلع كل الهوى بالرئة مستحيل دائما في عنا على الأقل 1.1 أو 1.2 ليتر من الهوى دائما موجودين بالرئة حتى لما أعمل the most forceful expiration ever ليه حتى أحافظ على الأليفيولاي إنهم يضلوا فاتحين تمام والنقطة الثانية إنه أنا عشان أمنع ال chest wall يعمل expansion لازم أترك intra-plural pressure مقداره من من 3 إلى 5 دائما موجود جوه هذا السيستم لحتى أعمل له equalization فهي فكرة intra-plural pressure إنه أنا جوه لـ plura دائما في عندي always negative pressure always negative من minus 3 إلى minus 5 وهذا الهدف منه يحافظ على balance تبع السيستم ما فيه إشي منهم يعمل expansion ولا إشي منهم يعمل collapse يكونوا قاعدين مع بعضهم مرتاحين شو أهمية وجود هذا negative pressure اللي موجود جوه لـ plura it will maintain long to be inflated إنه دائما long تكون عامل expansion أو مش expansion inflated ما بدي تكون عاملك total collapse على حالها even during maximum expiration يعني حتى لما أكون عامل maximum expiration بدي أترك 1.2 لتر جوه الرئة جوه الأليفولاي كيف؟ من خلال وجود هذا negative intra-plural pressure اثنين بيساعدني إنه أنا لما تركت الأليفولاي فاتحة فبالnext inspiration الinspiration كان أسهل أسهل الwork of breathing تبعي كان أخفصه it will help expansion على اللung during الinspiration ثلاثة بتساعد الvenus return رح تساعد الvenus return مش أنا عدت لكم دائما الأشياء لحتى تتحرك تتحرك من نقطة فيها pressure عالي لنقطة فيها pressure elite سواء air أو whatever فلما أنا في عندي جوه الثرسك جوه الثوركس يعني في عندنا vein صح؟ طيب إذا بدي أود الدم من هاي المنطقة من الثرسك vein لمكان تاني فهاي تمثل قوة دافعة أو نقطة تانية هلأ مش أنا في عندي chest هاي chest وفي هون عندنا heart صح؟ وهي الفينا كافا بتجيب لي هايش بتجيب لي الدم اللي راجع من الجسم بدي قوة دافعة مثلا ممكن القوة الدافعة هون يكون pressure مقداره 0 0 على نقطة معين يصير pressure 0 أنا لما يكون pressure اللي موجود بالthorux minus 3 معناها انو هي في delta pressure 0 أعلى من minus 3 فأي كان بوش الدم back to the thorax فهذا الاشي بيساعدني اني ارجع الvenus return من برة من الثوراكس اللي هي يعتبر positive pressure أو zero أو whatever للإنترا thoracic اللي هو pressure فيه minus عمل delta pressure نتذكر فكرة الفينا كاذا لما يرجع الدم الراجع من الجسم back to the lymphatic drainage same concept لما بدي ارجع lymphatic drainage هون في عنا lymph nodes موجودين بالthorax فعشان ارجع هاي السوائل أو هاي lymphatic drainage back to the thorax بدي هون يكون pressure قليل مقارنة معه ممكن يكون zero أو واحد أو اثنين فعمل delta pressure فهل الهلب الفينا يرجع مرة ثاني للثوراكس بتساعد انو يضلو الairways فاتحين وبتساعدني لان inspiration يكون فيه work of breathing أقل وأسهل علي هذا الشيء حكيت لكم انو lung عندها tendancy to collapse chest wall عنده tendancy to expand فيه الاشي الفاصل بينهم وهو هاي اللي plura لما يجد lung نزرعت جول chest لقت في plura فقسمت ها انتو نوعين النوع الاول اللي هو lining lung نفس النوع الثاني لبرا البرايتل بيناتهم space واسمو هاد plural space فيه كمية سواء خفيفة 50 أما for lubrication وجواتها pressure هاد pressure اسمو enter plural pressure دائما minus 3 وقلنا انو من وين جاي minus 3 من فكرة انو هاد بحاول تعمل expansion هاي بتحاول تعمل collapse وصير في قوتين متعاكسات وقلنا انو اهميتو الو اربع وظائف حكينا عنهم بالتفصيل هاد الشي اللي كنا نحكي عنه انو lung دائما بتحاول انها تعمل recoil او collapse والchest دائما بيحاول انو يعمل expansion فبيشتغلو قوتين عكس بعض فصار في عنا الانترا plural pressure اللي بيشتغل ك hover كاشي بوازن التنين يعني البلورا من هون عم تنجذب للداخل ومن هون عم تنجذب لهيك فحافظنا عليهم انهم يضلوا بنفس resting situation لو واحد بيعمل expansion هو واحد بيعمل collapse اخر شغلة to put everything together يا جماعة inspiration expiration حكينا عنهم والتغيرات بتصير على pressure حكينا انو during inspiration اللي بيصير كالتالي انو انا بدي اخلي الاتموسفير دائمون صفر ما بتغير انا بدي اللعب على الاشياء الثانية هلأ انا الاشي اللي عملته انو انا عملت expansion على chest wall هذا expansion شو عمل لي expansion يعني زاد volume يعني يقلل pressure انا كنت على minus 3 intra plural pressure اول واحد بتغير طبعا intra plural pressure كان على minus 3 لما عملت expansion على chest expansion على chest زدت volume فقللت pressure من minus 3 بال plural بينزل لتقريبا minus 6 تمام قال عندي pressure اكتر واكتر لما قال pressure هذا الاشي يأثر على ال alveolar pressure من minus 0 1 اسفة من 0 الهو نفس الاتموسفير بيرجع ل minus 1 بظل يدخل هوا هذا الاشي طبعا لما بينزل بصير في 500 وبدخل انا لنقطة انا ازيد ايش ادخل كمية سوائل برجع pressure مرة تانية تدرجين برتفع من minus 1 ل 0 وقفت عملية inspiration لانه ايقواليزيشن بين pressure الهون وال pressure الهون الاتموسفير رجع مرة تانية مساوية لل pormonore او ال pressure فوقفت عملية inspiration عند 500 امال نبدأ بالexpiration الexpiration اللي بصير كالتالي chest wall حجمه بيصغر صح بقلل من chest wall لما قللت chest wall عملت ايش collapse على chest wall الاشي اللي صار انه قلل volume لما قل volume رجع ارتفع الpressure ارتفع كان هون عندي minus 6 رجع ل minus 3 لما صار عند الpressure هون minus 3 شو بدو يصير على الاليفيولر pressure الاليفيولر pressure برضو برتفع معه لانه هم مقربين من بعض بنفس السystem برتفع من 0 ل plus 1 لما ارتفع عندي plus 1 هذا دفع الهوى من الاليفيولر لبرة الاليفيولر بتبلش تطلع الهوى لبرة بعمل expiration فبفقد 500 امال لما فقدتم هدول 500 امال تدريجين نرجع الpressure نزل من plus 1 ل 0 عند الصفر صار في equalization بين هون عندنا pulmonary pressure zero وبرضو كمان اللي موجود هون عندي بالاتموسفير zero فوقف سريان الهوى وبالتالي ووقف expiration وبرجع مرة تانية بعمل لف ثانية cycle ثانية and so on هاي الرسم كتير مهم تكونوا عارفين التغيرات بتصير